مساء الخير مساء الفل مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا ويحكى أنه على شاشة القناة الأولى كل سنة وانتوا طيبين كل سنة والمصريين طيبين وفخير وسعادة النهاردة يوم لطيف ويوم جميل وفرصة سعيدة للتجمع العائلي والناس اللي ببتشوفش بعد بقالها فترة والصفرة كده لما تتلم كلها الأم والأب والولاد والخال والخالة والعم والعمة يعني لمة العيلة الحلوة كل واحد من ابنك ومراته وبنتك وجوزها والله على أحلى أكلة في الدنيا وزي ما قالت الجميلة سعاد حسني الدنيا ربيع والجو بديع أفلي على كل المواضيع احنا النهاردة مش هنتكلم في مواضيع دمها تقيل ولا هنتكلم في مشاكل نفسية تجيب لكتئاب ولا هنعرض أي مشكلة من المشاكل اللي بتجينا في النامجنا النهاردة احنا هنحتفل مع بعض وزي ما كده لابسين الأنوال حلوة والجو اللطيف وشام النسيم وكل حاجة حلوة النهاردة هنتكلم في موضوع يعني ماشي مع الأجازات وماشي مع الحالة النفسية الحلوة اللي احنا عايشينا طبعا مين فينا ما يحلمش ان هو يبقى سعيد السعادة دي السعادة في حد ذاتها هدف لملايين وملايين من الناس مش بس المصرين ده العالم كله مين فينا مش نفسه يبقى سعيد مين فينا ما بيدورش على السعادة وكل واحد فينا عنده السعادة في اتجاه واحدة تقول لك انا عايز اتجوز واخلي في دي السعادة بالنسبة لها واحدة تانية تقول لك لا انا عايز اشتغل واكون نفسي ومعايا فلوسي ومحدش بقى محووجة لحد الشغل والفلوس بالنسبة لها سعادة واحدة تانية تقول لك لا 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 ده أنا أعود بقى كده أتعلم واخد ماجستير ودكتورة وووو ووو ومش فارق معي قلص الجواز برضو دي سعادة واحدة تانية يقول لك يا راحت البال راحت البال دي هي السعادة كلها أنتوا ما تفهموش حاجة الناس تانية يقول لك الصحة يعني المريضة وربنا يحفظ الجميع الناس المريضة اللي بتعاني من أمراض مزمنة أو من نوع من السرطانات يعني يعني يا رب يحفظهم جميعا ده أول واحدة يقول لك السعادة هي الصحة الصحة فلوس إيه ناس تانية تقول لك لا 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 أنا عايز أبقى غني ويمسك الموبايل كده يلاقي ده عنده طيارة خاصة وده عربية معرفش إيه فراري وده ده 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 يقول لك لا 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 أنا عايز فلوس ادوني فلوس هي السعادة في الفلوس لما يبقى معايا فلوس أقدر أجيب كل حاجة نفسي فيها وأي واحدة تتمناني تبقى قدامي كده وتتمنى أن أنا تجوزها لكن لو معا الفلوس وراحت صحته اللي هي فيه أمراض مهما صرفت عليها ما فيش نتيجة فده يقول لك إيه لا لما تروح بقى للصحة يقول لك لا الصحة مش الفلوس يعني أراء كتيرة جدا السعادة السعادة زي ما يسر قالت مرة السعادة هي إيه السعادة أنا بقول كإيمان أن السعادة على حسب حياتي أنا إيه اللي منغص علي حياتي عكسها على طول تبقى سعادتي يعني فيه بنات كتير سن الجواز تأخر بالنسبة لها السعادة وقمة السعادة أنها تتجوز فيه ناس كتير ربنا لسه ما أرادش أنهم ما يخلفوا ما أدهمش نعمة الخلفة والخلف فبالنسبة لهم ياه حتة عيل بس ضفر عيل أبقى قمة السعادة فكل واحد فينا على حسب حياته ماشية إزاي بيشوف السعادة اللي هو عايزها تجيله منين النهاردة بقى عاملين حلقتنا عن جلب السعادة إزاي تبقى سعيد إزاي تحسي بالسعادة ها يعني كلنا بندور فخلينا نقول كده النهاردة إحنا حلقة البحث عن السعادة فيه ناس بتروح للسعادة بطرق غير مشروع نجدعوا بيهم لأن جازتهم في الآخر بيبقى مش لطيف خالص وفيه ناس بتدور على السعادة بطرق المشروع إحنا النهاردة بندور على السعادة مع بعض إزاي أوصل إن أنا أبقى سعيد إزاي أبقى سعيدة مبسوطة بتحك من قلبي معظم الناس على السوشيال ميديا بيتحكوا دحكة فيك يا بتتصور بس عشان الصورة اضحك الصورة تطلع حلوة هم بس بيتحكوا عشان الصورة لكن لما تدور على حياتهم بقى من جواهم هتلاقيهم من السعادة ليه من السعادة؟ لأن بيعانوا من واحد اتنين تلاتة كل واحد حياته شايفها إيه نقطة ضعف هنا؟ نفسي أبقى سعيد هنا على حسب حياته هيكون معانا النهاردة ضيفنا اللي هينورنا في الاستوديو لأستاذ محمد فايد استشار السحة النفسية والطاقة لأن إحنا بقلنا فترة بنسمع إزاي أجلب لحياتي الطاقة الحلوة؟ إزاي أحس بالطاقة اللي بتخليني سعيدة؟ يعني حتة الطاقة دي دلوقتي مهمة جداً حتى عملوا بيوت بطريقة معينة إن هي اتدخل الشمس بطريقة معينة بيبقى فيها طاقة للبيت بشكل حلو فعلم الطاقة ده بقى علم مهم جداً بس هل أنا فهمة يعني إيه طاقة؟ هل عارفة إزاي أجدد طاقتي؟ لأن الطاقة دلوقتي عارفين عاملين زي العربيات الجديدة اللي نازلة بالكهرباء مش أول ما الكهرباء بتخلص بنشحنها إحنا كمان كبني قدمين محتاجين إن إحنا نشحن طاقتنا عملين نرمي الطاقة في حاجات كتير أو ملهاش لازمة وزي ما بيقولوا كده بنهدر الطاقة يقولك أنت بتهدر وقتك ونزوي يقولك إيه ده بيهدر وقته يعني بيرمي وقته في حتة ملهاش لازمة دلوقتي إحنا بنهدر الطاقة لما أععد قاعدة أنا مش طاقة الناس اللي فيها ده إن أنا بهدر طاقة لما أروح مكان طاقته وحشة ساحات يقولك تدخل مكان كده حيث إن قلبك مقبود ومش قادر تتنفس ده المكان دي طاقة المكان الطاقة وحشة لما حد يشوفك ويرزعك عين متينة العين بقى للحسد الأصلي ده هو الراجل ده أو الست دي طاقتها وحشة الطاقة اللي فيها ملبوسة بقى وحشة فعلم الطاقة ده علمي تقيل برضو هنتكلم فيه إزاي أجلب السعادة وأشد لي والحياتي الطاقة الحلوة لأن فيه طاقة إيجابية وفيه طاقة سلبية قبل ما نروح لضيفي في الستوديو خلينا نروح من خلال زوم للأستاذة نيرفانا كريمباش لايف كوتش واستشاري علاقات أسرية وتربوية نيرفانا إزايك أهلا بيك إزايك نيرفانا إحنا النهاردة بندور إحنا بقى كستاتة هوا بندور على السعادة رحلة البحث عن السعادة وإنت يعني ابتسامتك جميلة فواضح إن إنتي عارفة إزاي تجيبي السعادة اللهم لا حسن مرسي يا ها شكرا طيب إحنا دلوقتي يعني كل واحد ليه طريقة إن إحنا أبقى سعيدة زي ما أنا قلت مش عايزة أعيد كلامي تاني فيه بنت بتدور على السعادة في الجواز فيه بنت بتدور على السعادة في الشغل فيه راجل بيدور على السعادة إنه يسافر ويروح بلد تانية يعني السعادة من منظور كل واحد مختلفة إنتي شايفة السعادة الصح ندور عليها فين ندور عليها في نفسنا ما نعلقش سعادتنا على حد يعني ما خليش شخص أو مال أو وظيفة أو مكان هم دول موظر السعادة ليا يعني طول ما فيش تعلق فهيتلاقي السعادة دائما دائما إنما لو أنا علقت سعادتي على شخص أو على مال أو على وظيفة أو على مكان إنه هو ده لما يجي هو اللي هيسعادني لو كان معاه مبلغ معين حبقى سعيدة لو جيه شخص معين تجوزني حبقى سعيدة يعني كل الحاجات دي سعادة مؤقتة السعادة الزايمة في إننا متقبنة الوضع اللي أنا فيه وإننا راضية وإننا أنا اللي بقى عارفة أسعد نفسي بنفسي مش معلقة سعادتي على الحد كتين أنت عارفة نيرفانا فعلا أنت أصبتي الهدف لأن معظم البنات معظم البنات اليومين دول هي مرتبطة بواحد لو حصل مشاكل بتبقى السعادة في الشخص ده ولو اختفى الشخص ده يبقى اختفت السعادة ومهما تقنعيها ومهما تقول لها مهما تفاهميها لا هي شايفة سعادتها في حبها للراجل ده ده حقيقة وعيدة أقول لك تول ما أنا معلقة سعادتي على الشخص ده فعلا واختفى معناها أن سعادتي راحت لكن لما أنا عارف إزاي أسعد نفسي بنفسي وأقدر نفسي واحترمها وعارف أن أنا غالية عند نفسي وأستهل أحسن حاجة وعارف إمسي كويس وأشتغل عن نقاط نقاط الضعف بتاعتي فأي حد بعد الجده حيدخل فحياتي حيدود لي الحالة أنا فيها لأنا أصلا عارف أكون سعيدة من غير ما اعتمد على حد أو أعلق حقا أني أعلق سعادتي على حد أو مكان أو على فلوس أو على أي إن كان فأوحش حاجة أن أنا أعلق سعادتي على حاجة تكون موجودة عشان نستمد منها سعادتي لا أنا أقدر أسعد نفسي بنفسي أقدر أسعد نفسي بأن أنا أطورها وأشتغل على نفسها أشتغل على نفسي كويس أن أنا أحقق حاجات أنا عايز أعملها يكون عندي رسالة وهدف رايقاله أكون عندي قيمة وتأذير واحترام لذاتي فهي دي سعادة مش مستنية حد أشي حققها دي أفضل مستنية على طول أنت عارفة لو بس الجملتين دول يبقى إحنا نجحنا لو البنات تقتنع يعني خلينا نتطبعها على أرض الواقع نيرفانة يعني دلوقتي البنات أقول لك ما تكلام كتير هتقولي لي بقى نزلي اشتغلي وهتقولي لي نزلي الجيم وهتقولي لي علي استحقاخك عايز أقولك أن البنات بتاديت عندها فوبيا من الكلام ده يعني مثلا آخر مشكلة جاء لي بنت متجوزة بقالها 7-8 سنين وانفصلت وهي بعد الجامعة مشتغلتش وقاعدة في بيت كل ده فمجرد الطلاق ما حصل فيها عندها حالة نفسية صعبة جدا وحزن وحسة أن السعادة كلها اختفت من حياتها معناها حتى هي اللي واخدت قرار بالانفصال في الحالة دي بقى ودي حالة ستات كتير وبنات كتير حتى مش لازم تتجاوز ممكن تكون مرتبطة بواحد بقالها 5-6-7 سنين وفي الآخر انفصلوا هي تقولك ما خلاص بقى أنا مشتغلتش هاجة اشتغل دلوقتي ما أنا كنت مفروض بعد الجامعة ما خلاص أنا عندي اكتئاب وماليش مزاج لا 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 هو كسر ثقة بنفسي أصلا حسننا وانا 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 ادينا تابسي كده نيرفانا إزاي أرجع لحالة الطبيعية تاني إزاي أرجع فرش إزاي أعلي استحقاكي بنفسي مش كلام فعل لأن الناس هي اتمت كلام أول حاجة لازم أنا هيكون عندي يقين ان كل حاجة ربنا بيكتبها لنا في الدنيا هي خير وان كل حاجة بتجينا في الدنيا هي درس ورسالة عشان نتعلم منها نشتغل على نفسنا أو تظهر نقطة ضعفة في نفسنا كانت فين لو أنا عرفت ان انا مش بحتاجة ااخد من خن لأن دي حاجة وقعية احنا كلنا مقرمين في الدنيا امتنا من رب العالمين لأن احنا بشر بشر يعني ربنا قال ولقد قررنا بني آدم فاحنا مش مستنين حد يعني لو احنا نكون عارفين ووافقين في نفسنا كويس مش هنبدأ مستنين حد وناس كتير على فكرة عاشت وماتت وهي مستنية وبرضا ما بقيتش زعيدة فلو أنا كإنسان معدرتش وأدرت ان قمت من خلقي ان انا إنسان مقرم ان انا غالي وانا اللي عرفت ان ما انا بدلت مستني حد يجي يجي بي سعادة إنسان يجي يحقق لي لنا كل النفس فيه حفظا مستنية العمري ما هو أنا لو ماريت بتجارب والتجارب دي ما بتيجي وبتروح علي وانا مش بستفيد منها يبقى أنا يبقى أنا فين تطوير نفسي فين اللي أنا بشتغل على نفسي حفظا عايشة عايزة جيبتين عمري حيعدين قدام علي بنفس فكري مش بتطور مستنية حد حفظا مستنية لغاية ما موت لكن أنا لازم يعني أدرك إن أنا قيمتي غالية إن أنا مكرمة إن أنا مفروض أشوف فيه النقطة ضعفي واشوف إزاي أشتعل عليها وخلي بالك إن كل حد إحنا حاستين إن إحنا حاستين بواحدة فهو حيجي يملى الواحدة بتاعتنا دي اللي حيجي من بره حيزودي الواحدة اللي أنا حاسة بيها إنما لما أنا أكون إنسانة واثقة في نفسي عارفة إن أنا مكرمة ذات قيمة وغالية وعالية أهمية وأعرف إزاي إن أنا أقدر نفتي واهتمل بيها واشوف إيه اللي بحبه وعمله وإن أنا فعلا غالي عن نفتي أي حد أو أي حاجة هتجي من بره هتزود لي الإحساس بالسعادة ده هتزود لي التأذير ده إنما الإحساس بالاحتياج دي نفس عارفة اللي هو على طول حتبق متسولة متسولة مشاعر متسولة اهتمام فلو أنت ما قمتيش وعملت وقفة مع نفسك وخذت القرار أستدقيني والله يتبقى دايما استنية فأنا السر إن أنا عارفة إن أنا قريدي غالية إن أنا قريدي عندي حاجات لو اشتغلت فيها أنا نفسي هتخلمني سعيدة أدور بقى أخذ بقى كورسات أقرأ حاول إن أنا أحقق حاجات لو بسيطة تساعدني دايما أشوف الجوانب الإيجابية لتبقى مدهالي في حياتي وأحمده عليها دايما أحاول نفسي بناس إيجابيين شبهين أبعد عن كل حاجة سلبيا من كتر الحاجات اللي بنوعد نسمعها برضو اللي بتخليني على طول محباطين والأخبار ستي أبعد عنها خارس لازم أفلتر كل حاجة تخلالي من برضا تعرفة صحي جدا نيرفانا أنا بقرر أكون سعيدة أنا بشكرك جدا ويمكن أحلى كلمة قلتيها التساول العطفي يعني التساول العطفي إن الواحد يفضل يتساول طول الوقت لأن فعلا أنت برافو عليك الحتة دي ممكن إحنا ما بناخدش بالنا منها أنا لما طول الوقت يعني أنا كنت مبسوطة زعلانة أنا بميل للأغاني الحزين فلاقيت نفسي طول الوقت بعبي طاقة بعبي طاقة لغاية ما أنا كنت هنفجر يا جماعة أنا بتكلمكم عن تجربة الشخصية دلوقتي أول ملاقي الحالة يعني اللي هو أنا مودي مش قوي وببتدي إيدي تروح للأغاني الحزين لا 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 خالص بقيت أشغل الأغاني الهايبر والأغاني اللي تدي طاقة الأغاني اللي تقول لك أيوة أنا بطل أيوة أنا يعني اللي هو إيه بتعلي تعلي درجة التحدي للحياة أكتر بشكرك جدا نيرفانا كريمباش اللايف كوتش واستشاري للعلاقات الأسرية والتربوية وإن شاء الله كوني معنا في الستوديو الحلقة الجاية مرسيك جدا يا حبيبي تقلي طيب دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ونستقبل ضيف اللي هيكون معنا في الستوديو خليكم معنا الحاجة اللي بتساعدني إني أشوف أولادي سعداء إن أنا أشوف أهلي سعداء وبصحة كريمة وحياة كويسة إن بشوف أهلي بخير وصاعدين في الحياة أنا بساعد الناس بأخذ أجازة كتير فمديها حاجة حيل وصرة كورة طبعا ما تزاعد نصف شبابنا وبتاعها وأكتر أهم حاجة إن إحنا نكون إحساس الرضا ده بيساعدني في أي وضع إحنا فيه والله وجود في وسط أهلي ده في حد زاده سعد إني أنا أولاد الحمد لله كويسين وحسنا أنا دي ربنا دي أهم حاجة عندي أنا يومين الحمد لله دي حاجة بيني وبين ربنا لازم إن أنا أعمل أي حاجة أساعد بيها الغير الناس المقففين مثلا أنا أعديهم شوية أساعدهم مثلا في الناس الكبار مثلا في المقربوز أو أملوهم أعدهم أحب أن خلق إلى الله تماما يمشي في مصلحة إلى أخيه والكلام ده كله يعني إن أنا أقدر مثلا أساعد غيري لو ساعدت حدي مع أكيد داخل لي يعني وأنا بقى أكون سبب فيه سبب صغير وكده فأكيد هو ترمانت بسطة أنا هتبسط بحس إن إنت ساعدت الشخص ده بيكون محتاج مساعدة فحسسوا إن هو بقي في حد جنبه يعني لما أعمل حاجة لحد يعني أساعده بيها برضو دي حاجة تساعدني أي حاجة أقدر أعملها في خدمة غيري طبعا بتساعدني إذن إن أنا أساعد غيري وإن أنا أقدره في كامبو طالما دي فيما أقدر أعملهم ما فيش مشكلة غالص ويكون سعيد جدا أكيد طبعا بحسن بسعادة وبسود برزقي إنه بسلام إنه كده اللي هو من يخشى فيك والفاق اللي هو تصدق طاقة الإجابية أن الواحد يقرب لربنا وإنه يصلي ونكره قرآن ماهوش خاتم ولا سلسلة كنا زمانا من زمان أو على مدار التاريخ كان أجداد نقلولنا كده إحنا لو أساعدنا غيرنا وأجلبنا السعادة على غيرنا وحاولنا نساعدهم في أي حاجة هم مش قادرين عليها إحنا قريدي ربنا هيبعث لنا السعادة من جانب تاني لا أصراحا ما أكتناش بالكلام ما ما أبحثهاش يعني اللي هو الحاجات دي كلها تعطي ربنا فأنا مش عارف فقا اللي جاب دي أنا عبارة عن السورات ما بيتأسرش أبال أي تعمل أعجب بتدي شكل يعني بتدي شكل الإنسان يعني لا بصراحا مش مقتنع بي خالص عايدي أحجار شكلها حلو خلاص بس لا لأنه لا أقدر كلها بيضي ربنا سبحانه وتعالي لا كل حاجة بتاعت ربنا أنا لابس خاتم عشان عجبني مش إنه هجب لي رزق ولا هيريح لي بال ولا واحد يقول لك أستنع عليها عفريت فهي لابس خاتم فالعفريت هي مش الكلام ده كله طبعا لا مش مقتنع الخاتم خاتم عادي يعني مش أحجار كريم الواحد يلبس خاتم عادي دي الكفاض ده بتاع بس مش شرط يعني كلها نظار وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ومعانا في الستوديو منوارنا لو أستاذ محمد الفايد استشاري الصحة النفسية والطاقة أستاذ محمد ازاي حضرتك؟ يا أهلا بيكم كل سنة حضرتك طيب وانتو طيبين النهاردة ما احنا عاملين حلقة مخصوص عن السعادة البحث وراء السعادة النهاردة مش هقوم من الحلقة غير لما تقول لنا نبقى سعدة ازاي؟ يمكن نيرفانا أثرت نقطتين لطاف جدا إن احنا ممكن نفقد السعادة أو نجلب لنفسنا الطاقة السلبية إن احنا نقعد مع ناس من شبهنا نعاشر ناس من شبهنا نرتبط بناس من شبهنا دي إضافة مني بقى ممكن كمان إن أنا ممكن يعني أنا ضفت مثلا أنا كتير كنت بحب أسمع أغاني دراما حزينة وممكن ما أكونش حزينة يعني ممكن في عز فرحي أنا مبسوطة جدا مثلا بس أنا بميل للأغاني الحزينة فلاقيت نفسي فجأة بقيت كئيبة يعني أحب دايما الزكريات بقى إيه تفضل بقى تلف شريط زكرياتي كلها شريط حياتي فإيه الحاجات خلينا بقى النهاردة كده إيه إيه الحاجات اللي تخليني سعيدة وبعد عن إيه يحقق للسعادة العكس إيه الحاجات الغلط اللي بنعملها في حياتنا تخلينا مش سعدة وبعد كده ندي رشدتة للسعادة هي بداية من طريق التفكيري أو فكرتي عن السعادة إيه لأن دايما الناس بتدور على السعادة والسعادة الحقيقة هي موجودة جوانا إحنا دايما مستنين أي حاجة تحصل عشان تخليني أبقى سعيد مستني وظيفة تجيلي كويسة مستني وضع أفضل من اللي أنا فيه عايز بيت تاني عشان أحس أن أنا مبسوط فدايما أنا منتظر السعادة والنمط ده في التفكير هو سبب أصلا التعاسة والبنات أغلبهم ربطين السعادة بشخص هي مرتبطة بيه أو شخص مرتبط بيه يعني أنا بحبه يا ماما بحبه يا ماما يعني ما سيبوش يا بابا ما سيبوش يا بابا وبالتالي لو الشخص ده مش موجودها بأنا مش سعيد أو لو مرتبطتش بيها بأنا مش سعيد دايما إحنا معلقين شماعة للسعادة وده في حد ذاته هو عكس أصلا مفهوم السعادة السعادة الحقيقة هي جوانا السعادة الحقيقة هي قرار داخلي إن أنا قررت إن أنا أكون سعيد لا قبل ما نروح للقرار الداخلي ده عشان أنا من الناس اللي ما بحبش الجملة دي اللي هو السعادة جواكي طب فين يعني جوايا أدور عليها فين قبل ما نروح إن السعادة دي جوانا إزاي نخرجها طيب يا سيدي نخرج السعادة دي إزاي بقالنا فترة بنسمع على حاجات كتير ناس بتجري وراها نقول خرافات هي ممكن أوهام ممكن إلي يقولك الحجر الفلاني لو لبستيه في سلسلة يديكي سعادة لو حطيتي معرفش إيه في إيديكي لو روحتي المكان الفلاني وقريتي معرفش إيه بعدد معين إيه لو معرفش يعني فيه حاجات كتير كده المفروض إن هم إلي لنا دي بتدينا سعادة هل دي خرافات ولا هل فعلا الأحجار الكريمة دي بتدي طاقة حلوة للجسم وأحيانا كمان بيقولوا الأحجار دي بتعالج أمراض يعني لو لبست الأماتيست والزرقان اللي معرفش إيه والأكوا مارين هل الحاجات دي يعني أنا سمعت إن فيه حجر لما البنت تلبسه يبتدي يجي لها خطاب وعرسان وقبول من العرسان وقلنا دي حقاية وهل فعلا وقلنا على الأحجار دي لأن نستفيد يعني هو الموضوع أو الكلام على الأحجار مش بالزبط كده يعني إلا أنا سمعته هو صح ومش صح بمعنى إيه؟ إن أنا هل فيه حجر ممكن ألبسه فأبقى سعيد أو أبقى مبسوط أو ألبس حجر فيبقى معي فلوس كتير أو ألبس حجر زي ما احنا قلنا مثلا فأبقى عندي مثلا مشكلة إن هي عايزة تتجوز فيجي لها عرسان كتير هل الكلام ده حقيقي؟ فيه جزء منه حقيقي بس هي ما ينفعش تتحسب كده يعني مثلا الحجر هو جسم مشعلة وإحنا بنتكلمها على الأحجار وليه تأثير وفعلا فيه حاجات منها بتعالج الإنسان وليها تأثير فيزيائي أو طاقي على الجسم مما لا شك فيه طبعا وده كلام يطول شرح ونوع بنقول إيه الأنواع لكذا وإيه الأنواع لكذا بس يعني ديها برضو أسرار الحكاية يعني حاضر ولكن مش معنى كده إن أنا هذا الشيء على فكرة الكلام ده مش بس الأحجار لقي حاجة في الدنيا زي ما حكو قلت فيه ورد كمان ممكن أقوله هل فيه طبعا فيه حاجات حقيقية وحاجات غير حقيقية فيه حاجات صحيحة وحاجات غير صحيحة بس في الآخر أنا بابني هنا نظرية مش عشان إن انت هتعمل ده ففعلا مية في المية هيحصل لك مثلا السعادة أو الشيء المرجو آه إن أنا مربوطش بس اليقين من جوا مربوطوش بالحجر أيوة بالزبط كده نمط تفكيرك واستقبالك للشيء طريقة كمان اللي يقولك دايما فيه حاجة اسمها قانون التجاذب عارفة كلما أنت تدي طاقة واعتقاد لحاجة حتى كمان لو الحاجة دي ممكن ما تبقاش شيء مستحيلة أصلا آه هتحصل لك هتحصل لك سواء على فكرة كويسة أو مش كويسة فده بيرجع برضو أنت لنمط طاقتك الداخلية بيها طيب معلش يا سيد محمد ديني أمثلة معلش يعني أنا بقى أنا 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 مع الناس بتدي يعني قولي يعني مثلا شوفنا النجم محمد رمضان وكان حاطت صور العربيات فعلا الفراري واللي معرفش إيه ووصل لها وكذا نموذج لكذا نجم يقولك أنا كنت حاطت الصورة دي وشبه من المستحيلات خالص إن أنا وصل لها وصلت لها ده قانون الجذب صح كده صحيح جدا في بنات برضو في بنت أعرفها كانت نفسها تنزل مصر وكان هي كانت مش مصرية وكان وليدها واخد منها الباسبور عشان ما تسفرش خالص وبتقولي كنت حاطة صورة الأهرامات وحتى كمان صورة شنطة معينة نوع معين كنت هموت عليها نزلت مصر واشترت الشنطة يعني أنا أصد أنا بشوف ده آه يعني أنا بشوف ده آه بس أنا مش عارف أنفذوا لنا ولا في بنات كتيب تفرج عليها دلوقتي عايزة تعرف الباسورد يعني ندخل إزاي بوابة الطاقة والجذب دي يعني نعمل إيه طيب ماهو أنا طول الوقت ماشي أنا نفسي أبقى غنية مثلا خلاص وبفكر طول الوقت في الفلوس وشفت فيديوهات بتقول أنا غنية أنا عندي فلوس كتير قوي أنا مش محتاجة حاجة جنننا خلاص دخلنا في حتة الخرافات نعملها إزاي طيب أنا عايزة تقولي نروح لبوابة السعادة دي ندخلها إزاي عشان كل اللي لما بنيجي نتكلم في قانون الجذب بنقول الجذء ده وما بنكملش الموضوع آه لإن هو فكرة إيماني بالشيء إن هي هتحصل هتحصل عارفة زي ما بنقول كل متوقع آه تفائلوا بالخير تجدوا ده قانون جذب يعني حتى في الدين عندنا في أحاديث لو إحنا فسرناها هنلاقي إن فعلا لو أنا أمنت بالشيء وصدقت فيه فعلا هيحصل هيحصل مش شرط بالزبط زي ما أنا كنت عايز ممكن يبقى أحسن ممكن ممكن أنا أبقى نفسي في حاجة وربنا يشأ حاجة أحسن منها وأنا مش واخب بالي ولكن هي الفكرة في إيه؟ في إن أنا لازم يبقى عندي إيمان في إن حلمي ده هيتحقق وإن أنا عندي يقين في ربنا إن ده هيحصل بس فيه جزء مهم قوي ده اللي تقريبا ما بنتكلمش فيه هو العمل بقى أيها العمل بقى آه إن أنا لازم ربنا قال لنا إن الله لا يغير ما بكومن حتى يغيره ما بأنفسه فجميل إن أنت يكون عندك هدف وتكون اشتغلت له في أتراكشن كويس اللي هو إن أنا الجذب يعني إن أنا نفسي أجذب وظيفة نفسي أجذب سعادة نفسي أجذب مال كل ده فلازم أبقى الأول عندي رؤية وعندي هدف يعني على سبيل المثال تعالي ناخد حاجة ونتكلم عليه أنا مستنيل أمثلة جذب المال خلاص؟ الإيه؟ جذب المال مين فينا ما نفسوش يبقى معنا فلوس كتير كلنا طبعا كلنا هنعمل إيه عشان أيوة لازم خلينا نقوم خطوات كتير نعمل إيه عشان الفلوس تيجي؟ جذب المال الطاقة المالية الفلوس هل هصحى تاني يوم كده وأقول قانون جذب هصحى تاني يوم ألاقي معي مليون دولار لأ طب لكن أول حاجة عشان نمشي خطوات لازم أبقى محدد لنفسي تارجت يعني أقول إيه؟ أقول مثلا في سنة عشرين وعشرين أنا عايز مثلا أعمل مليون جنيه مئة ألف أيا كان الرقم اللي أنا هحطه لنفسي أن أنا هطلع من السنة دي فعلا أعمل الرقم نعم لازم أكون محدد ولازم أكون حاطة ديد لائن إحنا أي حاجة لازم نحط لها مدة ولازم نحط لها تارجت قانون يشتغل كده الكون قانون الجذب أن أنا لازم أحط معاد بداية ونهاية لازم آه بالزبط لازم أحط تارجت للي أنا عايز أعمله ليه عشان أفعل كل حاجة أنا ببقى عارف أنا رايح فين ما بقاش كده خلاص أنا نفسي بقى معي فلوس كتير مفيش حاجة اسمها كده يعني أنا لو قلت عشرين أربعة وعشرين يبقى لازم أحدد أن بداية نهاية السنة يكون معي المبلغ اللي أنا نفسي خلاص تمام تاني حاجة لازم أبقى على يقين أنه فعلا هيبقى معي الرقم ده وأبقى عايش ده ومصدقه حقيقي ومصدقه آه يعني كإن كده أنا جاب لك شيك وبيقول لك بس هيتصرف يوم واحد وثلاثين اتنشر عشرين أربعة وعشرين آه يعني زي مثلا يعني مثلا نزلت جبت مادليا للنوع العربية فاللوها أنت مجنونة يعني أنت معكيش العربية لأ ما هي آخر يوم في السنة هيكون معي العربية الفلانية ده لو فقت راكش تقصد كده يعني اليقين أنه واضرب لك أمثلة كتير من قصص حقيقة حصلت بالبداية اللي احنا بنقولها دي حقيقي فعلا طيب هنا بقى يبتدي الموضوع التاني اللي أنا بقوله لدائما إحنا دي الحلقة المفرغة اللي ما حدش بياخد من باله منها طيب فيه نوقة تانية بعد احنا لسه هم كملين أنا خلاص حددت الهدف وبقى عندي يقين أن أنا هوصله هوصله ابتدى حاجة مهمة قوي بقى اللي هي إيه أنت بتعمل إيه عشان توصل لده اللي هي مرحلة العمل لازم أنا اكتهد لازم أسعى عشان أحصل على ده ربنا دايما هيستنى لما نتحرك الأول لازم فيه حاجة عشان القوانين الكونية دي ربنا بيسخر لي الكون كله الخدماتي يعني أنا لو موظف محاسب في أي شركة وحاط التارجت إن أنا هركب عربيه يتعدي الملايين طيب أنا هوصل لها إزاي في التارجت ده وأنا محاسب مرتبي كله اللي هي عدي خمس ست آلاف جنيه كويس فاجي هنا بقى من مرحلة العمل أقوله أنت بتشتغل على نفسك إزاي أنت نفسك يكون عندك شركة في المكان الفلاني وعندك مش عارف كم موظف وعندك عربية مش عارف طيب أنت عملت إيه عشان توصل لده هل أنت قاعد بتحلم بس؟ ولا ابتديت تشتغل على نفسك؟ ابتديت أشوف أوصل لده إزاي؟ إيه الكورسات اللي تأهلني لي؟ اشتغلت على نفسي كبيرسونال براندينج إزاي؟ عملت إيه عشان توصل لده؟ غالبا ما بنلاقيش حد بيعمل حاجة هم فاهمين قانون الجذب غلط هو فاكر أنه هيتمنى بس الأمنية وهتجيله لغاية عنده طيب قبل ما نروح لحتة الكتابة لأن الناس كتير قوي برضو فيديوهات على سوشال ميديا يقول لك لازم تكتب الحاجات وبأرقام معينة اللي هي كود الأكواد الكونية أنا فاكرة الفيديو ده وحتى سيفته عندي فأنا هوريل حضرتك نطلع فاصل ونرجع نرد إيه هي الأكواد الكونية وهل لازم أكتب أحلامي وأنام تحت راسي تحت المخدة هل موضوع ده حقيقي ولا خرافات خليكم معين ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولسه نكمل كلامنا بسرعة بسرعة هل يا أستاذ محمد هل لو أنا كتبت ورقة فيها أحلامي وبيقول لك الأمر العربي لما يكون مكتمل ولمعرفش إيه هل الكلام ده حقيقي ولا خرافات إحنا نجننا الناس عملا تكتب في ورقة وفيش أي فلوس بتيجي خاطر فيش أي حاجة بتيجي في حاجة اسمها لتوكيدات الإيجابية أيها التوكيدات خاطر يعني لما حاجة بتقولي بنكتب الهدف ده إحنا لما بنيجي نعلم الناس التقنية دي ويقوله إزاي أن أنت تشتغل له في أتراكشن بقوله أن أنت لازم تكتب ده ويا سلام لو في ورقة لونها أصفر فاتح طاقة الألوان كمان بتلعب دور بالمناسبة تكتب عليها بألم لون وأحمر الأهداف اللي أنت عايزة توصلها في هنتات يعني في كلام مختصر كده ويكون واضحة محددة دي بنكررها لمدة 21 يوم يعني كل يوم قبل ما ينام كده أنت دلوقتي هتقولي وصفة لجلب السعادة جلب الرزق الفلوس جلب الجواز البنت اللي نفسها تتجوز يعني كل حاجة نفسنا فيها حددي بالضبط التارجت اللي أنت عايزاه ويبقى عندك يقين كامل أنه هايحصل وحطيه الوقت زي ما اتفقنا طب أكتب إيه في الورقة بقاقولي هكتب في الورقة التارجت بتاعي ما إحنا على سبيل المثال بقاقولنا كتير في جذب مال فيه كذب سعائيا كان المهم أن أنا هكتب الأهداف دي في ورقة صغيرة بألم لونه أحمر خلاص دلوقتي الوصفة يا جماعة ركزوا دلوقتي ورقة لونها أصفر ورقة لونها أصفر فاتح وهنكتب عليها بألم أحمر بألم لونه أحمر دلوقتي أنا مثلا عايزة فلوس أكتب إيه مال ولا أكتب فلوس ولا أكتب إيه هكتب الحاجات اللي أنا حققها لما يبقى معي الفلوس يعني هركب عربية كذا هجيب الفيلة الفلانية لو أنا عايزي يبقى معي راقم معين يعني هقول مثلا آخر 24 أنا هكون عملت مثلا 100 ألف دولار مثلا لازم أحدد لنفسي هكتب ده في الورقة هكتب ده في الورقة يعني أكتب حتى تحديد الوقت ده في الورقة هكتب تحديد الوقت في الورقة تمام وبعدين وطبعا الورقة دي بنعمل حاجة سماء تأكيد إيجابي يعني إيه العلماء قالوا لنا لو فضلت تتكرر الرسالة الإيجابية دي لمدة 21 يوم أنت بتبرمج عليه عقلك الباطن يعني بتخلي بتخلي كأن عقلك ده عبارة عن كمبيوتر كده بينفز لك كل الأردرات اللي أنت قلته له وبيبرمج كل طاقتك وكل شغفك وكل قراراتك على هذا الشيء عشان كده دايما حتى لما الناس بتتعالج من الإدمان الناس اللي بيبقى فيه حالة تعلق مرضي بشخص أو بمخدر أو أو لو عدى الـ 21 يوم بيبقوا هم في السيفتي زون اللي هو في أمان يعني يعني هل ده قانون كده في جسمنا بيضهم برامج في مرحلة ما بعد الديتوكس إنه هو يغير برمكته الداخلية لا أنا أقصد بس هو رقم الـ 21 ده صحي كده إنه ده بيقولك إن بعد 21 يوم بتصبح عادة أي حاجة تكرريها كل يوم بوقت معانة أو بطريقة معانة دي قعدة عامة لمدة 21 يوم بيصبح سلوك يحده استلقائيين يعني بتبقي برمكتي عليها إيسي على ده أي حاجة سواء بتكتسب عادة أو بتتخلصي من عادة بالمناسبة آه أوكي طب أنا أطلع الورقة كل يوم وأقراها ولا هي كفاءة إنها في جيبي الـ 21 يوم ده أنا مش عايزها في جيبك أنا عايزها قدامك كده جنب السرير أحطها كده زي ستيك نوت أقراها كل يوم قبل منام أو بص فيها قبل منام كل يوم قبل منام تمام بس لازم كل يوم يعني لو في يوم عادة مني لازم أعيد 21 يوم تاني من الأول ده بقى تحديد الهدف أنا كده بحدد هدفي إن أنا ببرمج عقل الباطل بالزبط كده بشكرك جدا أستاذ محمد بجد يعني إحنا كنا محتاجين الوصفة دي النهاردة اللي هو يلا بقى نجدد نشاطنا بشكرا حضرتك جدا يلا نجدد نشاطنا ونجدد حياتنا وكل الناس اللي بعتت لنا عن الوصفات والكلام ده بجد يا إيمان هو الكلام ده طلع جد وده علم الطاقة واعملوا الوصفة دي وأنا كمان هعملها معاكم تعالوا نجرب قصة الواحد في 20 يوم دي بالنسبة لجديدة لكن أنا النهاردة هكتب الورقة دي كل واحد بقى اللي نفسها تتجوز تكتب اللي نفسه في فلوس يكتب اللي نفسه في مشروع بس زي ما أستاذ محمد قال إحنا بنحدد اليوم البداية والنهاية وبنحدد إحنا هدفنا إيه بس نشتغل عليه مكتبش الورقة ونام وشخر يعني لازم يبقى فيه مجهود عشان الهدف يتحق خلاص 21 يوم عشان إحنا بعد 21 يوم هنتلع المشاهدين نفهم مين جاب معنا تيجا وأنا ذات نفسي هقول برضو إيه اللي هيحصل أستاذ محمد تتبقى معنا بعد 21 يوم مستني اتصالكم مستني الاتصال أكدوا علي إن شاء الله مشاهدين كل سنة وانتو طيبين أشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله وكنت معاكم إمام مختار ويحكى أن على شاشة القناة الأولى